صباح الظهر بالليل معاكم أمدة أمريكا من أمريكا ماما واجهة وحب ورحب بيكم في كل مكان ومن كل مكان اليوم ستحدث عن تفاصيل مقابلة ياسر الرميان كتبت في البارح مقالة سريعة أقول في هذه المقالة ياسر الرميان محافظ الصندوق السعودي للاستثمار العام في مقابلة أجريت مؤخرا إنه يمكن تجاوز عملية صندوق القرار إذا لم يوافق ولي العهد محمد بن سلمان على الأغلبية هذا يعني أن ولي العهد لديه حق النقد على أي قرار يتخذه صندوق الاستثمار العام وإن كان هذا من قرارات الاستشاريين والخبراء الاقتصاديين اللي جايبهم من بره وقال الرميان إن السبب في ذلك هو أن ولي العهد هو رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار العام وله القول الفصل في جميع الأمور وقال أيضا أن هذا الأمر غير غريب على عهد المملكة العربية السعودية حيث يمتلك الملك وولي العهد المطلقة السلطة المطلقة على جميع قرارات الحكومة ها؟ مش كلامي؟ أثار هذا الكشف والابتشاف الكبير مخاوف بشأن الشفافية والمسائلة في الصندوق الاستثمار العام حيث بعض النقاط جادل بأن ذلك يمنح ولي العهد من السلطة ويمكنها أن يؤدي إلى اتخاذ قرارات لأسباب سياسية وليس لأسباب مالية سليمة يعني ممكن يسوي قرارات عشان يفيد منصب السياسي ومنصب الحكومي ومصلحت الشخصية السياسية قبل الشعب وقبل خزينة البلد ومع ذلك مصيدة مع ذلك دافع الرميان داخل الفجر بفلوسه عن عملية صنع القرار قائلاً أنها تضمن توافق صندوق الاستثمار العامة مع الأهداف الاستراتيجية للحكومة كيف أهداف استراتيجية للحكومة ستطبقها صندوق الاستثمار العام بقيادة سياسية لا تريد أن تطبق هذه الأهداف ما أعرف كيف أحد يشرح لي أتمنى التعليق وقال أيضاً أن ولي العهد هو رئيس عملية هو رئيس عملي للغاية عفواً بحيث أنه يحب أنه يتحكم كل حاجة بيده ويحب أنه يتخذ كل القرارات ويشارك فيها الوقت وحده هو الذي سيحدد إن كانت عملية صنع القرار التي تقام فيها في صندوق الاستثمار العام السعودي ستحقق أهدافها أم لا ولكن من الواضح أن ولي العهد السعودي يتمتع بقدرة كبيرة من السيطرة على هذا الصندوق مما قد يكون له تداعيات على عمليات الاستثمار المستقبلية هحط لكم الفيديو أنا المقابلة اختصت لكم الفيديو في دقيقة أتمنى أنكم تشوفوا المقابلة وترجعوا لي بالتعليقات لأن الموضوع هذا حيجنني مشكورين وتكتوا تسووا لايك سبسكرايب وشير ونشوفكم مرة تانية تذكر في 2020 يوم دخلنا في كورونا لما دخلنا في الأسواق العالمية كان أعضاء المجلس بحرص منهم يقولوا أفضل حط الفلوس هذه في الاستثمار المحلي لكن سموه ولي العهد and myself we were against that position نقول أنه هذا فرصة تاريخية أن نقدر نكسب من وراها بشكل أكبر وندخل في بعض الشركات بشكل استراتيجي لكن المجلس كان ضده هنا رجعنا للأنظمة المرعية وش اللي فوق المجلس المجلس الشغل الاقتصادية والتنمية وفوق الملك رئيس مجلس الوزراء والملك so we went all the way up للملك ففعليا الأعضاء صوتوا ضد صوت الرئيس والمحافظ ضد قرار ومشى هذا الأمر وصعد إلى الملك وطلع أمر أنه يتم أخ رأي رئيس المجلس والمحافظ وتم ذلك ترجمة نانسي قنقر